تتطور الأحداث في الولايات المتحدة سريعاً نحو مزيد من التأزم السياسي في ظل اتهامات بتزوير الانتخابات يطلقها الرئيس دونالد ترامب، غير معترف بما كشفت عنه نتائج الانتخابات من فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالسباق نحو البيت الأبيض. لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير يقول ترامب مغرداً على موقع تويتر فيما بدى رداً منه على تصريح بايدن الذي أكد فيه حصوله على أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي في تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة. الصورة الأكثر قتامة تتعلق بالجدل الدائر بشأن مدى إمكانية مرور نتيجة الانتخابات الرئاسية في البلاد دون حدوث فوضى تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الرئيس ترامب، الذي استبق الجميع منذ الساعات الأولى لإغلاق أبواب مراكز الاقتراع ليتحدث عن فوز كبير له وسرقة الديموقراطيين للانتخابات، وأنه سيلجأ إلى المحكمة العليا مع مطالبات حملته بوقف فرز الأصوات في بعض الولايات المتأرجحة وهو الطلب الذي رفضته الجهات القضائية. صحيفة الجارديان البريطانية ترى أن الولايات المتحدة باتت تعاني انقساماً واستقطاباً سياسياً مريراً، بينما تقول صحيفة نيويورك تايمز إن السنوات الأربع لرئاسة ترامب تعد الأكثر إثارة للانقسام في التاريخ الأمريكي لأنها هاجمت الركيزتين التوأمين للديموقراطية الأمريكية الحقيقة والثقة. ولعل ذلك ما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كان ما يجري إرهاصاً لانهيار الفيدرالية الأمريكية، بينما ذهب آخرون إلى أنه بغض النظر عن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية، فإن الخاسر المؤكد في ذلك كله هو الولايات المتحدة.